السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مخبوزات ام عبدالغاني ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم اخواتي جبتلكم هذه التحلية الراقية والرائعة واللذيذة والسهلة والاقتصادية يعني بدون فرن وبدون حتى جنواز يعني تبين شغول كيكو هي بلا جنواز وثاني يعني شوفوا بدون بيض اقتصادية جدا وتحمل لوجه كما راكم تشوفوا تجيب الطبقة تجي رائعة حتى في المنظر تحها حتى في لوجو تحها ما شاء الله قبل ما نبدأ وصفتنا لناها اليوم خباتتي ما تنساوش ضغطوا لي على زر لايك هكا بشي انتشر هذا الفيديو على اوساني داقوا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندي هنا كما راكم تشوفوا ثلاث كؤوس من الحليب ما يعادل ستمية مليلتر عندي ملعقتين كبيرتين يعني كما راكم تشوفوا بومبي انتع الكاكاو وعندي ملعقتين كبيرتين من الميزينة وعندي ثلاث ملاعق انتع السكر اذا حبيتها متجيش حلوة بزاف ديرو غير زوج ملاعق خاطر انا يعني عندي بنتي شوية متجيش حلو بزاف يعني هي الوحيدة لقاتلي حلوة بزاف بس احنا جتنا اروعة هكا بهذا المقادير جت ما شاء الله احنا خلط هذ المقادير جيدا ثم نرفعهم على النار يعني خلطهم برد في برد ونرفعهم على النار حتى يعني تخت �ريمتانا وتحصلوا على الكريمة تغربين تواصل هذه ال badly هنا طفيت النار يا البنات وأحكمت اذا إذا زفت الآن بعدما ضفت النار يعني بعدما طفيت النار بالضيف من الشوكولات اضفت 0s45 này إلي تضcingهم 6 غرام بالحليب تخلطهم جا حمصة بمليحٌ مليح weirdly تددوا بهذه الشوكولات لا تفرغهمها في ايناء هنا تفرغهمها في ايناء رحت تجيبوا بابي فيلم وتغطيوها يعني تغطيوها مع السطح انتحا هكا بش ما تديرش لك خوت هذيك الفوق و جي يعني رطبة ما تديرش هذيك القشرة كما نقول احنا الفوق هكا وتخلوها في درجة حارة الغرفة هكا تبرد شوي و بعد تحطوها في الثلاجة يعني حتى انت برد مليح مليح أنا بصراحة راني بحكم تصوير ما خليتهاش برد تمليح و نفوتون طيب و القهوة تعنا أنا طيب قهوة بلاس عادي هذي تتلاث ناجل يعني طيب قهوة عادي و انتوما اذا حبيتوا تديروا نسكا في ولا تغمسوا بغير بالحليف لكم الاختيار أنا نحب يعني نغمس بالقهوة على بها يعني كما كانش نسكا في أنا وليت درت القهوة برس و نفوتوا الكريمة تعنا يا لبنات هنا بعد ما بردت الكريمة قلت لكم تخليوها تبرد مليح مليح شوفوا أنا خليتها ناقصة برودية مازلت شوي دافية انتوما كيتخليوها تبرد راح تعود لكم جامدة احسن من هكا وتمدلكم نتيجة احسن من هكا أنا شوف واني حطيتها يعني في دار اتحارت الغرفة شوية بركم باتحطيتها في الموجة من منبا هكا يعني اربع ساعة بركم خرجتها يعني و بديت نخدم فيها و راح نقول لكم واحد النقطة فيما يخص المارغارين المارغارين يعني من الاحسن من الاحسنية لبنات تديروها كاكوهي دافية الكريمة تلكم يعني قبل ما تحطوها في الثلاجات ديرو ملعقة كبيرة داع المارغارين اكم تشوفوا لهنا هذ العلبة فيها 125 جرام استعملت منها منبا قولو ملعقة كبيرة يعني في المجموع ملعقة كبيرة فقط وبقى كثر من يعني 60 جرام في العلبة نظر كنا نعطي لكم كيفاش يعني قدواش بقالي منها شوفوا قدواش بقى يعني اكثر من النصف هذك لي يعني اكثر من نصف الكمية يعني لي بقى مشي اللي استعملتوا لي بقى مهم بنت انتو ما كفه تديرو ديرو الملعقة تلكم الكبيرة المارغارين ديروها كاكو الكريمة كيد برد مليح ومبعد تجبدوها تخفقوها وتزيدو لها شانتي نتمنى يعني يكون كل شو واضح انا استلها حوالي 5 ملعقة كبيرة انتع شانتي ما يعادل حوالي كاس كامل معمر مليح انتع كريمة شانتي وتخفقو مليح حوالي 5 دقائق هكا بش تحصلوا على كريمة يعني بكمية كبيرة كما راكم تشوفوا يعني كل ما تخفقوها كل ما تلاحظوا بل زادة الكمية انتع الكريمة ونروحوا لطريقة العمل هنا راح نعطي لكم هذا البلاتو يعني البلاتو هذا 25 على 25 سنتيمتر اذا بغيتوا تستعملوه اذا ما عندكم سارسو حبيت مدلكم البدائل واذا عندكم سارسو تستعملوا سارسو كما هذا كما راكم تشوفوا انا هذا السارسو الابعد حوالي 23 على 23 يعني يقل شوية من هذا البلاتو ونجي فيه التحلية يعني شوية طالعة ونجي فيها طباقات بزاف هذا هو على وش استعملتو ونقدر ندمولها يعني في البلاتو لا تقدرش ندمولها لازم تقطعوها هكك في البلاتو بسحفل سارسو تقدروا تدمولها كما تحبو اللي هنا يجبت هنا لتغميس جبت هذي كل القهوة اللي كنت طيبتها معاكم وستلها شوية حليب تقدروا حليب وحدو تقدروا نسكافي تقدروا قهوة وحدها يعني كما تحبو انا حبيت ندير هكا شغل القهوة ومسح القهوة غالبة على الحليب ونبدأ نغمس يعني ضغط لها كما شفتو معايا شوية برك من السكر حوالي ملعقة ونصف يعني ما زالت مرة مشي حلوة كيفاية ومبعد بديت نغمس في البسكوي تاعي احنا نغمس هكا البيسكوي ونحط يعني متغمسوش بزاف يعني حطوا هكا الحبة تاع البيسكوي في هذيك تغميسة هكا برك ومبعد هزوه ثمثم تخليوه شي تشمخ بزاف خطر يروح فتات ونبعد نغمس طبقة كاملة كما رأيكم تشوفوها تاع البيسكوي وفقها طبقة كريمة تسويوا الكريمة تاعكم مليح مليح بشي يجيوكم الطبقات يعني باينين وملاح استعملوا سباتيول ولا اي حاجة عندكم انا مبعدراني وليت نستعمل فكوبات هكا بشي جيني طبقة مستويه مليح ونكمل بنفس الطريقة حتى نكمل يعني طبقات تاعي كامل انا درت ربع طبقات انتاع البيسكوي انتاع الكريمة وانتو ما يعني حسب البلاتو تاعكم يعني اذا درتوا مثلا البلاتو واسع لها هذا مثلا 30 على 30 ممكن ندلكم غير 3 طبقات يعني الكريمة هذي خاطر راح نخليو شوية باكمل الكريمة حوالي 5 ملاح كتاع الكريمة تشوفوهم بعد وشا هنديرو بهم حنكملو بهم بتزيين تعنا واذا ما بقى لكم شمعليش يعني زينو بحاجة اخرى يعني كما تحبو انتوما مهم بناتاكم نشوفو قد ندير طباقة بسكوي طباقة كريمة يعني ربع طباقات البيسكوي هذي حوالي 3 علب كبيرة كما راكم تشوفو العلب هذي كتاع بتيبغ هذوك البيسكوي بتيبغ مدتلكم الكمية بش تديرو في حسابكم نشري وش علبة ولا زوج يعني ما تكفيكم نجيبو 3 علب ورح يبقى لكم منهم يعني حباتك اقولو 5 حبات ولا مهمة بش يكون عندكم مقادير مضبوطة نزيد نسوي السطح مليح ونحطها في المجمد يالبنات تحطوها في المجمد لي مدة لتاقل عن ثلاث ساعات بش تجي وتكملوا الهنا القانا الشوكولات وتكملوا يعني التزيين تعكم هنا بعد ثلاث ساعات يالبنات هكا بش متقولوليش مثلا تخليها نص ساعة في المجمد دون بعد جي تقولي ياراي ذابت لي ولا مصلحت ليش يعني ياراني قاعدة نقول لكم كيفاش تديرو هكا بش تديرو وطبقوا كل شراء اللي تجيكم كي ما جاتني انا مهم البنات هنا بعد ما بعد ثلاث ساعات بعد ما جمدت لي هذيك التحلية تعي مليح مليح كمت جبت 100 قرام شوكولات ذوبتها شوكولات بالحليب مينا كي ما هذيك اللي درناها في الكريمة درت 100 قرام يعني علبة كاملة وضفت لها ثلاث ملاعق من الكريمة هذي اللي بقعت لي وخليت الكريمة اللي بقعت درتها في بوش باش ندير بها الخطوط هذو كل الفوق ولا هنا جيت يعني جبت التحلية تعي وبديت راح ندير هكا بالموسع الحواشي بجتدي مولا لي بسهولة هكا شفتوا كيفاش راني نخدم في الحقيقة راني قاعدة نسرع لكم باكي بلكم راني نزرب وراني شاطرة زعمة ونشطر وندي بصحي يعني راني قاعدة نخدم بعقلي خلاص يعني انتم ثاني اخدموا بعقلكم يعني حاجة ما زرب فيكم يعني يحطوها تجمد في عقلها وكل شي يعني ابدأ الخدمة مثلا 12 ديري الكريمة تعك بعد ما تبرد الكريمة تعك قولوا ماكيك ساعتين ثلاثة تروح يتخفقيها وديري وتخدمي تحليتك زيدي حطيها في الموجمد حتى القلوح معليش حتى البعد لعشة وتروح يدري لها هذا القناش وتقدميها مباشرة يعني خليها تبرد مليح تجمد مليح حكا بشي يبقى يبقى الطباقات متماسكين وجمدين مع بعضاهم ولها كم شفتوني يعني كفاة ديموليتها يعني جات ما شاء الله جات من فيني يا ما شاء الله وجبت هذك القناش او شوكولات راح نقولكم الهنا يشفو القناش هذا يعني انا زيت له الكريمة لي بقاتلي اذا انتم ما مبقتلكمش الكريمة مثلا بلاتو تعكوية بزاف وما بقتلك الكريمة تقضي تضيف لها الحليب برك ضيفوا لها حوالي 3 ملاع قولها ربعانتاع الحليب إذا أريد أن تقوم بعمل ناجير أو ياغورت بالكرامل أو ياغورت بالشوكولات لا تكتلت شوكولاتك وعودوا ذوبها في بماغيض وعود تطلق روحة وعندما ترى وعودت بالكريمة التي تبقيتها في بوش وعودت بها خطوط وعودت هذا الشكل بالكيردون وزينت الهناية بالكوكا ومحمص ومرحي وانتم عليكم الاختيار في الزين تقوموا بزينه بالحاجة التي لديكم في الدار أو تجعلها كاك بالخطوط سوف نزيد من دولة ملاحظة أخرى فيما يخص الهنا كيف تقطعه كما قطعت كاكو الموس بارد قليلا 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 وانتم احبو باتي تفادوا هذه الخدمة تحكموا الموس لكم مسخون وتغمسوا فيه الموس قبل ما تقطعوه لكي لا تجمد شوكولات الفوق يعني كي تحبي تقطعها لا تبقى تفتت لك يعني تغمسي في المسخون وتمسحي بمنديلة ومبعد تقطعي بها بشي بقى دافي ويقصلك الشوكولات بلا ما تتفتت ويأتي مفينيا ما شاء الله وشوفوا الشكل نهائي لبنات جي هيلة وجي كريمية وجي بنينة بزف انتمنى اخواتي انها تكون عجبتكم خليولي لجامتاكم طبعا وخليولي تعليقاتكم الجميلة نحبها بزف والسلام اشتركوا في القناة